الحمد لله إن الحمد لله نأحمده ونستعينه ونستقره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من أهل الله فلا مدلنا ومن يدل فلا هادينا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا واشهد أن نبينا محمدًا أحده ورسوله بذر الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمه وجاهب في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعه بإحسانه لا يمثين وسلم تسليما كثيرا أما باقيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن التقوى هي وصية الله من الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتقوى الله هي الذخيرة النافعة في الأولى والآخرة عباد الله كلنا ندرك أن الإنسان إذا أراد سفراً أو عزن على القيام برحلة دنيوية فإنه يستعد غريطاً للسعداء ويؤنمي ما يحتاجه من متاع وساد ليحقق ما يسبو إليه من سفره بلا مشقة ونصر ولينجذ ما يرم إنجازه بدون مصاعب فإذا كان ذلك الأمر يا عباد الله في شعور الدنيا فأولى لنا ثم أولى لنا ونهجرياً على جناه سفر نعم إنه سفر لا كالأسفار سفر من دار الدنيا الفالية إلى دار الآخرة إنه سفر إما إلى النعيم النقيم أو إلى الجحيم يجب علينا أن نأخذ الأهلة للسعداء ونتزود بخير زاد ذا للإيمان والتقوى والعمل الصالح الذي يؤمن مولا جن في علاء نعمل ذلك قبل فوات الأوال نعمل ذلك قبل حدود ساعة الفراق وعد أصابي الندم نعمل ذلك قبل أن تقول نفس يا رب ارجعوني لعني أعمل صالحاً فيما ترك نعمل ذلك قبل أن تقول نفس يا حسرة على نفرت في جنب الله نعمل ذلك قبل أن تقول نفس حين ترى العذاب لو الذي كرة فأكون من المحسنين كيف والنظر بالموت متتابعة والمواعد والزواجر متلاحقة لكن لا يعيها إلا أصحاب القلوب الحية السليمة من مرض الإسرار والغفلة جعل لله أن يكون من أصحاب القلوب الحية السليمة من مرض الإسرار والغفلة السليمة من مرض الإسرار والغفلة السليمة من مرض إلي الله تاريكي اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 المترجم للقناة